مرحبا فيكم حبايبي برج الميزان. شو مخبيلنا? هاي القراءة رح تكون لاهم الامور او التوقعات او التحذيرات. ان شاء الله يكون شهر حلو. شايفيتك يا ميزان لسه عايش شوي في طاقة الماضي. ما عم تنسى. خلينا نشوف هلا شو اللي ما عم تنسى. نسحب كروت كنتيجة او كخلاصة للموضوع. للقراءة. اه عشان ما انسى خلينا نقول الطاقات اللي رح تتعامل معها اكتر اشي هذا الشهر او الطاقات اللي موجودة في الاوراق. اه هو ايه نارية. اكتر اشي. كمان مائية. هدول اكتر اه طاقات اه ظاهرة عندي. بين يا مرج الميزان في منكم اما طلق او اه على على يعني على خطوة صغيرة من الطلاق او ماخدين اه هذا القرار اه شايفي في عندكم شي مات شي انتهى وشي جديد اه بلش. فشايفيتك بعد عن شخص معين. عن وضع اه معين. ولكن في علاقة ثالثة شايفيتك عم بتقارن. او الطرف الاخر عم بيقارن. اه عم بتكون اه يعني خلينا نقول عم بتكون كتير محتار بين شخصين او بين اه امرين. رح تاخد اه قرارك. اه ناحية اه الشريك. شايف الشريك كمان اه كتير زعلان. يعني انتو التنين مزعلين بعض خيرات الله. كتير عم بشوف زعل وكتير عم بشوف اه تراكمات اه بناتكم. اه لكن شايف في في نهاية الشهر ممكن يكون من من ثالث اسبوع لنهاية الشهر شايف في مبادرة من احد الطرفين. في مصالحة. اه في يعني في بوادر خير لهذا الموضوع. مع انك حاولت انه تستشفي. شايفيتك يا برج الميزان اه يمكن الطرف الاخر هو اللي غلط فيك. ما بعرف. لانه انت مبين اه كتير مجروح وكتير زعلان او انتو التنين يعني اه زعلتوا بعض. اه فا وشايفيتك عم تحاول تستشفي من هذا الموضوع. عم تحاول تطلع هذا الشخص من اه راسك او من حياتك. اه ولكن انا شايف في رجعة بناتكم. في اه مبادرة وفي يعني اشياء حلوة بناتكم. اه لسه ما نسيتوها. شايفيتها انها رح تتجدد اه هاي الفترة. شايفيتك حبيبي الميزان شايفيتك اه عم عم تحمل حمول كبيرة في اه كتير عليك مسؤوليات اه ممكن مادية. اه عم بشوف يعني كل اشي محطوط على راسك انت. يعني ازا كنت اه متزوج فا اكتر اكتر الحمل بيكون عليك مش على الطرف التاني. انا شايفيتك حامل حمول كتير كبيرة. اه يعني هاي هاي الامور اه كلياتها رح شوي شوي اه تخف. اه هون في طاقة جميلة جدا يعني خاصة طاقة روحانية بينك وبين الحبيب. اه ممكن انكم تتشاركوا هاي المشاكل او هاي المسئوليات مع بعض. اه شايفة انه الشريك بيفكر فيك بطريقة كتير حلوة. عم بياخد عنك اخبار او او بيسأل عنك عم براقبك. اه من اه بعيد ولكن انت هاي الفترة مسكر قلبك. مش حابب ابدا انك اه يعني اه وكأنك زعلان كتير او اه ما بعرف. لانه هون في عندي طرف اه تالت عم عم بيحاول انه اما اما انه هذا اللقاء ما يصير او هاي العلاقة ما تستمر اه او انه فعلا عم بيعمل اعمال مش منيحة. اه اعمال اللي احنا بنعرفها لانه هدول كرتين مع بعض اه يعني اعمال. يعني ما بحب هاي الكروت بس بتظلها تطلع لي. اه كمان بزيدك من الشعر بيت. كمان انت محسود يعني مش بس اه فحاول انك تطلع من هاي. انا عم بشوفك انه عم تستشفي يعني انا عم بشوفك عم فعلا اه بتحاول تتخلص من هاي الامور. اه للمتزوجين عم بشوف شوية تباعد اه بناتكم. في شوية شك. في طرف عم بشك بالطرف الاخر. اه بعلاقة ثلاثية. ولكن هذا الموضوع ما رح يستمر اه كتير. اه رح تصفى شوية العلاقات بس بدها اه شوية وقت. يا برج الميزان. اه بدك شوية وقت. اه تصبر بسبتمبر على اه الشريك. بالنسبة للعمل شايفة فرصة حلوة كتير. بالنسبة للي بشتغلوا واللي ما بشتغلوا فيه فرصة رح تطرق بابك. اه يعني ما كنت مخطط لها. انت كنت عم تبحث عن عمل تاني او مقدم لشغل. ولكن هذا الشغل رح يجيك فجأة. اه مش متوقع. وعلى فكرة في يعني فيه اموال او فيه فلوس حلوة كتير من هذا اه الشغل. في ناس عم بيفكروا يفتحوا مشروع جديد فهذا وقت كتير مناسب لهذا المشروع. انا عم بشوفه كتير اه يعني اه عم بمشي لا لا اتجاه حلو. اه او انه ترقية للناس اللي عم بستنوا اه ترقية. لانه عم بشوف اموال فهي من الترقية شكلها من الترقية اه في العمل. للعزاب اه في احتمال انه اه يعني يتعرفوا على شخص جديد. ما كانوا يعرفوا قبل. اه هذا الشخص اه رح يكون مش عارفه. اما انه انت عم تحكي معاه على الانترنت او لانه شايفيته في في اختلاف كبير بينك وبينه اما بالعمر او ب بموضوع معين. اه هذا الشخص ممكن يكون برجه ترابي ممكن اه مائي. اكتر شي طاقته بتبين. اه شخص اه اه مادياته كتير اه ممتازة. اه بيحب الحب يعني رومانسي شوي. خلينا نقول رومانسي. وبنفس الوقت بيفكر بعقله وقلبه. فشخص مناسب جدا لو تعرفت عليه بالاسبوع الثاني اه او الاسبوع الثالث اعرف انه هذا شخص اه مناسب. انا بحكي للعزاب اه متصلقين ارامل اللي ما عندهم اه شريك في حياتهم وعم يستنوا اه نصفهم الاخر. بس شايف منك اه برج الميزان شايف منك شوية يأس تشاؤم اه طاقة اه زعل. فحاول انك تطلع من هذا الموضوع باقرب وقت ممكن لانه اه الورق يعني مليان بشاير. انا بعرف انك بتعاني خاصة من الطاقات السلبية خاصة من الحسد وهدول الشغلات فيعني بس عم بشوف الاستشفاء عم بتم على خير. يعني انت بالطريق الصحيح فكمل الاستشفاء. شوف ازا فيه تحذيرات لهذا اه الشهر لبرج الميزان. اه تحذيرات اه بيقول لك انه يعني وكأنه بيحكي لك الكرت انه انت شوي مبعد روحانيا عن ربنا او عن روحانياتك. فارجع اه لا للقرآن. ارجع لصلواتك لدعواتك اه ارجع زي ما كنت. لانه انت بالاساس شخص روحاني جدا. يعني شوفي احلى من هيك روحانيات. انت شخص كتير كتير روحاني. هدول كرتين مع بعض يعني انت على تواصل روحاني كبير جدا. اه فخليك اه يعني زي ما انت ازا كنت على روحانيات عالية واذا لا اه او خفت شوي اه بلش ارجع زي ما كنت. اه عم بشوفك اه في تحذير اخر انه في اصدقاء في اشخاص عم بيكنو لك الشر عم بيوصلو لك اخبار وهي الاخبار عم بتكون غلط. اه عم حكينا عن الحسد قبل شوي فهدول الاشخاص اه طالع من عندهم حسد بالنسبة لالك. فدير بالك حبيبي. خلينا نشوف كوية العقل الباطن كرت لالك وكرت للشريك اه للي عنده شريك. بالنسبة لك اه بالنسبة لك اه بعقلك الباطن عم بتفكر وكأنه العلاقة خلص ماتت. العلاقة خلص بطل فيها اي امل اه وكأنها هيك العظمي خلص اه يعني اه شخص يعني مات وشي بعموت. هيك انت عم بتفكر بالعلاقة او عندك هواجس من هادا النوع. هادا بالنسبة لك. بالنسبة للشريك على العكس تماما. الشريك شوف اه فيه لفة معينة في اه ولكن هاي اللفة يعني او بطريق نحو الارتباط. طريق نحو خلينا نقول التطور في العلاقة. يعني رح يصير فيه تطور بالعلاقة. هو عم بيفكر ماليا عم بيفكر كتير وانت عم بتفكر كمان بالارتباط اه من هادا الشخص. فعقله الباطن وعقلك الباطن تقريبا عم بيفكره بنفس الطريقة ولكن انت شوي اكتر سلبية اه الشريك عنده امل اكبر في هاي العلاقة. طيب نشوف اه بالنسبة للمصائح. الله اكبر عم بقدم. بقولك انه انا اسفة بس بقولك انت كتير هاي الفترة كتير قاسي. عم بتكون كتير قاسي على على اللي حواليك او على الشريك يعني وكأنها اه افكارك عم بتكون كتير تف. اه كتير اه 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 احكمك قاسية شوي. يمكن. انا ما بلومك يمكن من كتر ما اه عشت صدمات. اه صارت احكمك قاسية او أنت صرت قاسي. قلبك مش زي زمان. قلبك شوي صار اأسى من آه زمان. يعني برجي الميزان طيب ولكن اه بقولك هائلة الفترة انت عم يعني. يعني كانوا يعني هون بيحكي لك اختار الحب. بيقولك انه اختار الحب لانه الحب هو الوحيد اللي رح يطلعك من اللي انت فيه او رح يجيب لك الخير. فعلا طاقة الحب في الحياة مو شرط حب لشخص معين او لشريك لا لا الاصدقاء حب حتى الاشياء. الحب بشكل عام بيولد طاقة ايجابية عند الشخص. وبيقولك كمان حب نفسك يعني اختار الحب بكل اشكاله لحتى يساعدك انك يعني تتعدى او يعني تمشي في التحديات اللي انت عم بتمر فيها. فبقولك بالحب بتقدر انك تتخطى هاي الامور لا بالانتقام ولا بالافكار يعني القاسية ولا بهاي الامور كلها لا. تكون كما عهدناك يعني. تانكيو. هذا الكرت شي يعني. راح تعيشوا يعني لحظات رومانسية كتير حتى اللي ما عندش شريك ممكن الفترة الجاي تكون فترة رومانسية كتير. فيها هدايا فيها ورد فيها يعني كرت كتير حلو بالنسبة للعاطفة. بقولك انت من الناس اللي عندهم حاسة سادسة او قلتلك انت روحاني شخص روحاني فبيقولك هون انه خلي الحاسة السادسة او خلي احساسك هو اللي يقودك. مش دايما تشغل يعني كلهاتنا بنعرف برج الميزان عامل بحياته بيفكر بعقله احيانا اكتر من قلبه يعني بيوزن الامور. فبيقولك اعتمد على حاسيتك السادسة اكتر بيقولك كمان بيقولك انه الدموع شغلة حلوة ممكن انك تعيط ليش ما تعيط. هذا ما بعرف الكرت طلع قبل هيك. بيقولك انه البكاء شغلة مش سيئة بالعكس البكاء بيطلع منك طاقات سلبية وبيطلع منك ذبذبات سلبية ممكن اتضرك. فهو بيكون مثل الهيلر الى السول تبعك. بيكون مثل نوع من الاستشفاء او انك تطلع من الحال اللي انت فيها. فالبكاء شغلة مش سيئة. هذا طلع مقلوب. اه ستاب بورت. وكأنه بيحكي لك انه بالفترة الجاي رح تكون معتمد على نفسك اكتر يا برج الميزان خاصة في العمل. اه رح تفتقد شوي لانه يكون في عندك سب بورت. او دعم. فيعني رح تقوم في معظم الاشياء او في اغلب الاشياء رح تكون انت لوحدك. ولكن انا شايفيته انه برج الميزان ادها. اه الميزان من اد كالابراج وممكن انه يعني يحقق كتير نتائج بفترات اه اصيرة. في عندهم اه ذكاء ما شاء الله. اه بيقولك ما تشتت حالك اختار هدف هدف اختار goal goal اه لحتى انك اه تعملهم. بيقولك انه طاقتك اه عم بتروح اه ناحية اه كتير افكار وعم بتشتت حالك باكتر من فكرة بدك تنفذ اكتر من فكرة. في نفس الوقت بيقولك اه بيقولك انه ركز اكتر على موضوع معين كل فترة. يعني اه ما ما تضيع حالك باكتر من شغلة في اكتر من اه يعني في في الوقت نفسه. فبس بيقولك اه الانجلز اه هلبيو يعني عم بتساعدك في كل الامور. اه ولكن انت اعمل فوكس على شي معين. اه ما تكون متسرع وبدك تعمل شغلات كتير او تشتت انتباهك لاكتر من شغلة. اه بهاي الفترة خد الامور شوي شوي. بتأني. اه هون بيقولك انه انتظر. بيقولك ازا ما زبط معاك اه موضوع فما تي اس في قدامك كتير اوبشنز كتير اه 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 فرص كتير افكار اه فاذا كان فيه يعني شي او اه اه ما عم يزبط ففي يعني اوبشنز كتير. بيقولك ما تزعل اه 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 رح ترشدك ورح تكون معاك ورح اه تحاول انها تريحك. وهذا كله يعني بسبب الروحانيات اللي انت فيها. شايف روحانياتك حلوة. لبرج الميزان. اه بيقولك هون انه يعني اه لازم شوي تعمل رفرش لروحك انت اليك فترة عم بتعيش بالماضي عم بتعيش في اه اه على الاطلال خلينا نقول عم بتفكر بامور سابقة. او مواضيع ما كنت اه عم تحصل عليها عم تطلع عليها بطريقة اه كتير متشائمة فبيقولك لا انه يعني اعمل رفرشنج لروحك اه اطلع انزل اعمل اه شغلات كتيرة لانه اه شغلة بس يعني بتروح وبتيجي مكانها اه شغلة احلى فما ما نكون يعني مركزين بس على الشغلات اللي احنا ما بنملكها. اه هون شايتك هاي الفترة حبيب دي الميزان رح يكون في عندك اه اه شوي وفرة مالية وهاي الوفرة رح اكتر شي تصرف على اللبس والخلينا نقول مجوهرات او اه الشغلات يعني البذخ اللي رح تعيش فترة انه اه تصرف على كتير على على المظهر على هاي الامور فبيقولك انه شوي شوي يعني ما تزيدها او تكترها انت اساسا بيقولك انت اساسا جذاب بدون هاي الشغلات كلها. طبعا مو غلط انه يعني نفكر بهاي الطريقة بانه نغير نفسيتنا وكزا. وشايفة للبعض عم يعملوا عملية تجميل وعم بتنشي على خير شغلة حلوة يعني عم بتزيد لهم اه طاقتهم الايجابية والثقة بالنفس. هلأ بترككم اه تسأل سؤال اه عشان نجاوب عليه بنعم او لا تضمروا على شي معين. اه خلينا نشوف انه رح يتم ولا ما رح يتم. فخلينا نشوف شو هو السؤال والاجابة نعم او لا رح تكون. اذا نعم بنشوف لها توقيت معين او بنحاول اه بشكل تقريبي نعرف التوقيت. واذا لا يعني انت وحزك. لا شايفة انه هاي الشغلة رح تتير ولكن يا برج الميزان رح تتير على اه فترات بطيئة على خطوات بطيئة ما رح تتير مرة واحدة هاي الشغلة. اه في شوية عوائق رح شوي شوي تزول وتتحقق هاي الشغلة. اذا نعم.